بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عمر سليم. هنشوف مع بعض تطبيق اسمه كاوت. كاوت دعب على عن ايه? لو انا محاضر المدرس. هو ده مجموعة من الطلبة. بديهم استقصاء او مجموعة اسئلة. هو بيبدأ اشوف اختيارات زي ما موجودة على البرجيكتور. ويبدأ اختار الاختيار الانسب. وهنا بتجمع عندي من الجواب صح. وبين اكتر واحد جواب صح. والناس جوابت ايه? فبابدأ اجمع معادية وشوف مدى استيعاب الناس او في حاجة ما تسمى. لو دخلت عن ايه وكتبت كاوت. اجيلي كزا اختيار. خلاني اختار دلوقتي هيفتح للصفحة. اقول له لو انت اول مرة هتقول له صعين اوب. فصعين ان بيقول لي بدأ بقى اشوف الاسئلة انت عايز تسأل في ايه? عايز تسأل ولا عايز مناقشة ولا عايز تعمل الاستقصاء? اقول له انا عايز اسأل. بيقول لي سمع اي اسم? اقول له التاريخ. واقول له جو. فبابل عربي التراك ويسا? بيقول لي ايس او اللي اسأله. من الذي قتل ببارس من خطز. تمام? اه بيقول لي عايز نقط في الزرور لا. طب انت عايز اه تديه ما تدي ايه جاوبه? خليه مسلا عشرة سواني. صورة. شوفها لو انت عندك صورة اي صورة. مناسبة سواني. اه طيب الايجابات. هقول له مسلا بيبرس. شجرة الدور. نابليون. الاخوي. ممكن اضيف سؤال كمان. ممكن اعمل دبل كده للسؤال. ممكن اقول له سيف انت كنتينيو. اه بيقول لي حدد انا اجابة صحيحة هقول له خلي دي الاجابة صحيحة. وقول له كمل معي. اه الاسئلة انت عاملها بقاني لغة. هقول له انا عاملها بالعربي. اه هي اللي هي خليها بابلك. البرامر بتاعتي دي احنا اسفو مدرسة. تمام? المستوى. التاج. لو عايز تحط التاج لو عايز تحط وصف. اقول له سيف انت كنتينيو. اه وتدرس حط مسلا فيديو او تدرس حط صورة زي ما انت عايز. هقول له ايه دان. ممكن يقول لي ايه? اعمل بقى بريفيو دلوقتي. ونشوفها. طيب الطالي ممكن يدخل على ايه? خلينا نكتب كلمة هنا تاني. كهوت. الطالب هيدخل على كهوت. دوت اي تي. بيدي له اه هيكتب البيا ان اللي هيظهر لي في الاسئلة هنا. هنا هقول له انا عايز. اقول حاجة في. اقول له ايه? انا عايز استحلي الاسئلة. ده الرقم اللي اظهر لي. ده اللي الطالب مفروض هيكتبه هنا. او هيصلت بقى التطبيق. هيظهر لي برضو الرقم دوت. هكتبه هنا. طيب خلينا نكتبه. دي شاشة بسيطة. تلاتة اربعة اتنين تمانية تلاتة خمسة. نعم. بيقول عايز تخلي اسمك ايه? اي حاجة. اسمه وظهر عندي. طبعا? لو فيك سواحد هيظهر اسعم كلهم. من اللازي قطر قطز? من? لو انت اخترت الاختيار الصحيح. ايزهر عنك علامة صحة. لو اخترت حاجة غلط هيبدأ يظهر لك علامة خطأ. تمام? وتقدر في اي وقت تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل. وتغير الاسئلة زي ما انت عايز. وتقدر تضيف اسئلة. تقول له. وبفي كذا سؤال بش سؤال واحد. تمام? اه فكرته سهلة وبسيطة. وبتساعد في اه انا المقرر يبقى الالكتروني اكتر او نصفت بالتكنولوجيا الحديثة في التعليم. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة